دولة المصرية الحقيقة والمنظمات المجتمع المدني بقى فيه اهتمام كبير جدا بظاهرة الختان ده من سنوات كتير ولكن كمان الموضوع الاهتمام زاد مؤخرا بشكل كبير جدا البرنامج القومي لمناهضة ختان الاناث شغال بقاله فترة ومهتم اهتمام كبير لمكافحة الظاهرة دي خاصة في الريف مصر وفي سعيد مصر حيث الموضوع منتشر بشكل اكبر في حملة دلوقتي بنظمها البرنامج القومي لمناهضة ختان الاناث بعنوان كفاية ختان بنات ايه هي الحملة دي وايه المفروض الهدف منها ده هنعرفه نهارده من ضفنا دكتور مجد حلمي منصق برنامج تمكين الاسرة ومنعضة ختان الاناث اهلا بحرد فاني اولا انا مبسوطة انه حضرك راجل لان عادة الموضوع دي اللي بيتكلم عنها دايما متبقى منظمات حقوقية ليه علاقة بالستات او حاجات المجلس القومي للمرأة او كده انه حد راجل يبقى هو ماسك البروجرام دي بقى ده شيء لطيف منطلق تاني او منظور اخر اولا خلينا نعرف البرنامج القومي المنهضة ختان الاناث بقاله قد ايه وتابع الايه بالزبط الحقيقة البرنامج القومي ابتدى من سنة 2003 الحقيقة قبل 2003 كان المجتمع المدني والمنظمات الاهلية كان هي اللي لها الباع الاكبر في منهضة ختان الاناث من بعد بالذات من بعد مؤتمر السكان وعندنا شخصيات كبيرة على رأسها دكتورة ماري اسعد ابتدت مع المنظمات المجتمع المدني والجامعات الاهلية جينا الحقيقة في توقيت الحقيقة كاننا محتاجين ان يكون في دعم الدولة لاننا كنا محتاجين قرارات وخطوات مهمة زي تغيير الخطاب الاعلامي زي تجريم الممارسة زي كمان دور المؤسسة الطبية والمؤسسة الدينية فالحقيقة في سنة 2003 تبنت الحكومة من خلال المجلس القومي للطفولة والامومة ثم المجلس القومي للسكان فكرة البرنامج كمان الجديد في الموضوع ده اللي هما لقدرش نسميه مشروع حكومي بحث لانه الحقيقة حتى وان كان في الخلفية المجلس القومي للطفولة والامومة ثم مجلس القومي للسكان حاليا ولكن ظل المشروع بينفذ على الارض من خلال الجامعات الاهلية اه صحيح يعني فيه تدفر جهود ما بين الحكومة والجامعات وده الصح ده المفروض لان يومة لسه كنا بنتكلم فاقرة الصحافة ان ما فيش بيبقى الناس في جزر منعزلة والموضوع المجتمع المدني شغالت كتير اوي في موضوع سواء التحرش او ختان الاناس او الموضوعات الخاصة بالمرأة من خلال مشروع اكتشاف اننا الجهتين محتاجين لبعض صحيح صحيح ده مظبوط جدا من الحملات الجديدة اللي بيتبناها المجلس البرنامج القومي المنهضة ختان الاناس حملة بعنوان كفاية ختان بنات ايه عبارة عن ايه الحملة دي فان الجديد في الحملة دي انها حملة من خلال المواقع الالكترونية من خلال البوابات الالكترونية للصحف والمؤسسات الصحفية الكبيرة برعاية المصر اليوم لكن الحملة في البوابات الالكترونية للمصر اليوم اليوم السابع الاهرام ببواباته المختلفة صوت الامة انفراد برلماني دي المواقع الحقيقة اللي فيها الحملة والحملة بالاسس بالإضافة طبعا للصحافة الورقية من خلال المصر اليوم لكن الجديد الحقيقة في موضوع الحملة هو التوجه للشباب اللي هم بنعتمل ومعاولين عليهم كتير قوي في قيادة التغيير في المستقبل لا بس أنا عايز أفهم يعني إيه يعني إيه على مسائل التواصل على المواقع على البوابات الإلكترونية للصحف يعني هو عادة الظاهرة دي موجودة في الريف وفي السعيد هل هم منفتحين على عالم التكنولوجيا ده ولا الرسالة موجودة من بالظبط السؤال حدث جميل جدا احنا عندنا شغل كتير جدا بوسائل التوعية التقليدية من خلال تواجدنا في المحافظات والقرى المختلفة من خلال الجماعيات الأهلية لكن الحملة دي المقصود بيها هم الشباب اللي هم مفروض المنوض بيهم يقودوا التغيير بعد كده فاحنا عندنا حملة أخرى آه يعني تدريب المدربين بالظبط آه حريكي عندك حق تماما لكن حقيقة احنا عندنا ومن 2003 بنتكلم في أكثر من 15 سنة أو 14 سنة بالظبط بنتكلم فيه من خلال وسائل التوعية التقليدية المعروفة وبنوصل في كل القرية وبنشغل في عدد كبير جدا من القرى والمحافظات من خلال التوعية الجماعية الكبيرة من خلال توعية المجموعات الصغيرة ومن خلال المشورة الفردية وبن خلال إعلانات التلفزيون العامة العادية ولنا عدد كبير من الإعلانات ساهم فيه كتير من الإعلاميين معنا وكلا فده شغل سابق وموجود ولكن الحقيقة اكتشفنا أن الشباب مهتمين أوي بمواقع التواصل الاجتماعي فحبنا كمان نوصل للشباب من خلال المواقع دين لأنهنا محتاجين في أدات التغيير أدات تغيير أو أدات توعية وعلى فكرة كمان يمكن ربما المفهوم أن الشباب المهتمين بدأ هم شباب المدينة والقاهرة والسكندرية لا أحيانا كل محافظات مصر الشباب المتعلمين في أبعد محافظات مصر مهتمين جدا بمواقع التواصل الاجتماعي طيب حريك بتقول أنتو اشتغلتوا على الأرض فترات طويلة فيما يخص خيتان الإنال مزبوط الموضوع أنا بتصور صعب ولا أنتو إيه الصعوبات بقى اللي وجهتكم بالزبط اللي أنت بتكسر في حاجات تقاليد وأفكار رسيخة بقى لها سنين طويلة ومتورثة كمان إيه أهم الصعوبات اللي كانت بتواجهكو في المسألة دي طبعا أهم الصعوبات اللي كانت بتواجهنا طبعا أولا التمسك بالعادات والتقاليد وإزاي تكسري العادات والتقاليد وإذا بيحتاج حياة أنت تبقى عنه أولا وثقة من نفسك وثقة من أدواتك وثقة من المعلومات العلمية اللي قدام حضرتك فطبعا أن القضية مرتبطة بعادات ومورثات اجتماعية دي صعوبة أن القضية شوية البعض خدها في اتجاه أنها ممارسة لها علاقة بالهوية الدينية والهوية الإسلامية ده برضو أخذ مننا فترة لكن طبعا لحقيقة لازم أشكر المؤسسات الدينية الرسمية في المجتمع اللي من بدر قوي قوي كان لها موقف واضح صريح معلن مكتوب وعلى رأسها مؤسسة الأسهر الشريف ودار الإفتاء يعني عندنا الحمد لله فتوى من فضيلة المفتي السابق دكتور علي جمعة ثم فتوى جديدة من سادة المفتي الحالي بتاريخ شهر يونيو الماضي على طول يعني احنا المؤسسة الدينية دعمانة بموقف رسمي واضح بإيه بقى؟ ده مهم قوي لأني فعلا فيه أفكار مغلوطة كتير لو حضرك حابب نتكلم فيها علشان يبقى احنا برضو وسيلة من وسائل التوعية والإرشاد دي يعني فيه أفكار كتير بتقول أن ده جزء من الإسلام هل هو جزء من الإسلام؟ لو هو ده جزء من الإسلام ما كانش الأسهر الدانة في بيانه واضح أنه الختان عادة وليست عبادة أنه الختان للإناث عادة مش عبادة أن دون الإفتاء بقادة المفتي السابق وفضيلة المفتي الحالي أعلنت في بيان رسمي أنه ده ليس من شعائل الإسلام وليس ممارسة دينية إسلامية بالإضافة طبعا لأفكار أخرى طبعا أن احنا نكسرها كان لازم مننا نبصة معلومات العلمية والصعودية خالية من الختان تماما زيرو ختان حتى على خريطة الختان لما احنا بنشوفها هي خضرة يعني خالية من الختان تماما مش بس حالها السؤالية نقدر نقول أن كل دول الإسلامية لا بس هي ذي الأرض بقى لد الكعبة ومهد الإسلام مهد الإسلام لكن نقدر نقول كمان مش بس السؤالية أن كل دول الإسلامية كل مسلمي أسيا ما بيختنوش كل دول الإسلامية هي عادة أفريقية هذا الظريف أنا أخبرك تقولي كده لأنه برضو في معلومة موجودة أنها عادة فرعونية الفرع لا يمكن مش بيختنوا بناتها هي عادة أفريقية هي عادة أفريقية طيب حضرتك طبيب مزبوط الموضوع بقى لو خدنا من الشق العلمي الطبي برضو بعض الأفكار اللي بتتردد سواء بقى يعني في العائلات سواء الريف أو السعيد أو حتى في كمان في العواصم أنه دي زوائد يعني أجزاء زائدة وأنه هي كده بتحمي بنتها أو بيحمي بنته من الانحراف علشان ما يبقاش عندها يعني رغبة جنسية زيادة دائما مدى صحة لا لا طبعا كل دي معلومات خاطئة لأنه الرغبة جنسية موجودة في الدماغ في مركز الرغبات الجنسية في المخ يعني استقصال الأعضاء التنسلية حتى استقصال الأعضاء التنسلية بالكامل اللي يمنع الرغبة جنسية طول ما في مركز الرغبات الجنسية موجود وسليم في الدماغ الرغبات الجنسية موجودة في الطبع دي أفكار مجلوطة هيا مشكلتنا الحقيقة في مصر يعني وأسف اللي أقول كده بس لازم فرصة أن إحنا في الإعلام المشكلتنا في مصر هم الأطباء ما بين 28 دولة أفريقية بيخطينه البنات إحنا دولة الوحيدة اللي طبابة الختال بمعنى إيه طبابته إنه تحول إليه ممارس على أيدي الأطباء وده موجود في وصائق رسمية ودراسات رسمية مجرم يا فندا مش مجرم وهلنتكلم في التجريم ورغم إنه مجرم الحقيقة لكن باعتراف الدراسات الرسمية للدولة إنه 75% من البلات اللي بيتخطينه إيه قانونا إيه الجرم بقى الحقيقة الجرم خلينا برضو نتكلم في النقطة دي لندي نقطة مهمة حقيقة في 2008 نجحنا من خلال البرلمان في إقرار هذه الممارسة باعتبارها جريمة على مدار 6-7 سنين بعد 6-7 سنين من التجريم 2008 بنقيم الموقف حقيقينا إنه مزالت الممارسة بتمارس مزالت بتزيد كمان بيتزيل على قيد الأطباء فطالبنا بالحقيقة بعد تقييم الموقف إنه العقوبة ما هيش رادعة حالات قليلة جداً اللي وصلت للمحكمة وفي غالبيتها كانت البنت تتوفت فعش كده الحالة راحت المحكمة والأطباء مستمرين فطالبنا في البرلمان الحالي الجديد بتغليز العقوبة ونجحنا في نهاية الدورة البرلمانية السابقة في أغسطس 2016 بإقرار القانون الجديد نقطة مهمة جداً القانون الجديد الحقيقة فيه ثلاث حاجات مهمين قوي أول نقطة تغليز العقوبة بقت من خمس لسبع سنوات نقل العقوبة من جنحة إلى الجناية والجناية دي نقطة مهمة جداً لأن العقوبة بقت من خمس لسبع سنوات سجن في الجناية مش ممكن يتم التصالح مع الأهل لأنه دي أصبحت جناية مش ممكن استبدال عقوبة السجن بالغرامة مالية لأنه دي جناية الحاجة التانية اللي أضافها المشرع ويمكن دي كانت نقطة مهمة جداً كمان أنه أصبحت التصالح مع الأهل ما فيش فيه فرصة لأنه كمان أضاف المشرع في القانون الجديد مادة جديدة بتجرم الأهل أو أي حد بياخد البنت لهذه الممارسة بس أصبحت بالنسبة للأهل هي جنحة من سنة لثلاث سنوات يقدر القاضي يلغي العقوبة أو يوقف تنفسها في الجنحة لكن الممارس نفسه أصبحت جناية من خمس لسبعة سنوات أريد أن أعرف نقطتين سريعين أولاً دي أختارها إيه على البنت مبدأ إيه؟ أولاً خليناً قبل أختارها لأنه مشكلة أختارها على البنت هذه اللي لعبوا عليها للأسف الده كثرة اللي بيخدتنوا البنات قالوا للأهل البسطة إيه؟ إحنا لو إحنا اللي خدتناها كده كثرة هنراع إنه يبقى نعمل ختان الدرجة الأولى لو حصل مضاعفاتنا تلفاها فما تقلقوش خالص مش هيكون على قدينا إن شاء الله كأطباء في مشاكل لكن خلينا نرجع الورى شوية هل فعلاً هناك ضرورة هناك فائدة حتى تتحقق بالختان لما بنناقش ده؟ إذا كانت عادات والتقريد عادات والتقريد تتغير إذا العلم أثبت ضررها إذا كانت دوافع دينية الدين قال كلمته في الإسلام وفي المساحية إن الختان ليس واجباً دينياً للبنات إذا كنا بنعملها اعتقالاً إن ده يهدي البنات من ناحية الرغبة الجنسية العلماء أثبتوا بملاد على شكل الرغبة الجنسية موجودة في الدماغ إذا كنا بنعملها لفوائد صحية الحقيقة اللي بيحصل كله أضرار ما فيش فوائد صحية إذا كان ما فيش فائدة حقيقية أو دافع حقيقي بيتحقق بالختان ليه أصلاً نعمله بغض النظر على الأضرار لكن خلينا نتكلم برضو عشان الناس تبقى واضح لها الأمر نمر واحد إنه لو تكلمنا على الأضرار الجسدية فورية النزيف من المضاعفات الشائعة جداً ومعظم البنات اللي توفوا حتى على الدين دكتة يتوفوا من النزيف يتوفوا من لخبطة التخدير فالنزيف وارد، الألم وارد، الالتهابات واردة إصابة الأعضاء الأخرى، أنا مش أصد أصلاً أجرحها بالختان وارد وارد إنه يحصل إن الالتهابات الحديدية تنحول الالتهابات مزمنة الأصعب بقى كمان المضاعفات البعيدة المدى أنا ممكن تفضل مع البنت الغد ما تبقى امرأة المضاعفات على مصوصة أولاً تشويه الأعضاء التناسلية صعوبة في الولادة، صعوبة في العلاقات الزوجية الالتهابات مزمنة في المسالك البولية والمسالك التناسلية ليه بقى أصلاً فعلاً؟ ليه كل دا؟ ليه كل دا؟ كمان نضاف على كده وبرضو فوقفوصة لنا أقول أهل المضاعفات النفسية من خلال الحملة، المصر اليوم أطلقت فيلم صغير قوي سبع مضاعفات نفسية للختان من ضمنهم التأثير على العلاقة الزوجية حقه في أول 48 ساعة 120 ألف تشاهد اسمه إيه الفيلم؟ سبع أضرار نفسية لختان الناس وموجودة على البهوبة الإلكترونية للمصر اليوم وبسرعة جداً، الناس متعتشرة تعرف وده المهم اللي أنا أقوله بس إحنا ممكن يشوفوه الوقتنا خلص، بس أنا عايزة أعرف حاجة أخيرة بس في كلمة حضرتك دلوقتي لو أنا واحدة بنت، وهتعرض للختان على إيد أهلي يعني أهلي عايزيني والدنيا أعمل كما أعمل إيه؟ ممكن تتصل بالبرنامج أو تتصل بالخط الساخل 1600021 1600021 1600021 1600021 1600021 أو 160001630 ودول موجودين في المجلس القوم للطفولة والأمومة أو يتصلوا بين البنات أو يتصلوا بين البنات، أو يتصلوا بإجازة قومة أو يتصلوا بإجازة قومة 1600021 و 16-0-2-1 دي نمر الاستغاثة بقى لو اي بنت تتعرض للختان وعايزة تتكي اللي هنقدر نعمله نحاول نخنع الاهل يعني بانه ده ملوش جدو وانه ده لقدرات كتير او انا بشكرك جدا جدا يا دكتور مكدي هل اعجب من خلال بس برنامج وقدم بس ريسالتي المهمين اوين انا وقت خلص تماما بس ايو حركة يستقول في السريع جدا جدا انا بس عشان بس ان فكرة طبيب الختان ان الختان لازم نبقى عارفين ان الختان مضار حتى لو تم بدين الطبيب وانه فيش بنت محتاجة وصلت الفكرة زي بشكرك يا فاندم دكتور مكدي حلمي منصق برنامج تمكين اسرة ومنعضة ختان الاناس بشكرك جدا على رسالتك بشكرك فقراتنا لس مستمرة معاك وراجعين بس بعد الفات